المجلس الوزاري خص بالدراسة عدد القطاعات الهمة والمصادقة على مشاريع القوانين ففي مجال الاتصال أمر الرئيس بضرورة تنظيم القطاع من خلال سن قانونين منفصلين يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية والثاني بالسمعي البصري مع تعريف الصحفي المحترف بدقة وكذا المهن الملحقة بالقطاع وفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية وإرساء قطاعة مع المشهد الإعلامي السابق وأخلاقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية كما شدد الرئيس في ملف الطاقة على ضرورة مراعاة مشروع الزنك والرصاص بأميزور ببجاية وفق المعايير البيئية المطلوبة ودمج اليد العاملة المحلية المؤهلة خلال مراحل الاستغلال المشروع لامتصاص البطالة كما تم عرض المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العراقل والبالغ عددها 854 من إجمالي 915 مشروعاً بتسجيل تقدم في 15 مشروعاً إضافياً جديداً الرئيس ألحى على ضرورة الاستثمار في محاربة البطالة من خلال تحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة واستغلال أمثل للعقار الصناعي الموجود واسترجاع غير المستغل منها إضافة إلى وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقاري الصناعي والفلاحي وتحسباً لموسم الاستياف أمر الرئيس تبون وزير النقل بمباشرة الشروع في مراجعة أسعار تذكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاستياف لفائدة الجالية الوطنية بشكل يحفز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية للحل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين حتى لا تتكرر هذه المشاكل مع الحجاج وكذا مراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وطريقة تسييرها بما يتماشى والمقاييس العالمية مع إلاء أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيارين والتقنيين الجزائريين العاملين في مجال الطيران كما أمرت بون وزير الموارد المائية بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك تفرق بين الاستهلاك الفردي العائلي واستهلاك المياه لأغراض تجارية وتكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة لتحقيق أمنها المائي